انتزع الجيش اليمني باسناد من طيران التحالف العربي مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية الاجبيط شمال محافظة لحجة جنوب البلاد اخرز تقدما كبيرا بعد معارك عنيفة يواصل الجيش اليمني سلسلة انتصاراته في المدن والمحافظات اليمنية وهذه المرة استطاع وباسناد من طيران التحالف العربي ان ينتزع مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية الاجبيط شمال محافظة لحجة جنوب البلاد الجيش اليمني اكد سيطرة قواته على اغلب المرتفعات الجبلية المحيطة بمنطقة موجر ووادي الخميس في لحج وسط استمرار المعارك العنيفة بين الطرفين وخلفت المعارك ما لا يقل عن عشرة قتلى من الانقلابيين واصابة اخرين اضافة الى تدمير طقم قتالي وكمية من الاسلحة والذخائر كما واصل الجيش اليمني تقدمه الميداني باتجاه جبل الركيز الاستراتيجي الذي تتمركز فيه الميليشيات غرب المديرية وردا على تراجعهم الميداني شن القلابيون قصفا عنيفا بالاسلحة المتوسطة والثقيلة على منازل المدنيين من اماكن تواجدهم في المرتفعات الجبالية المحيطة بمديرية الاقبيطة ولم تكتف الميليشيات بقصف منازل المدنيين لتعويض تراجعها الميداني بل لجأت الى حملات خطف استهدفت عشرات من ابناء مديريات محافظات الحديدة غربي اليمن وذلك بهدف اجبارهم على القتال في صفوفها ما يؤكد ان الميليشيات الانقلابية تعيش حالة انهيار غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر